السلام عليكم معاكم أخوكم محمد ضيغ اليوم سوف نتحدث عن شورت كاتب كيب الفوتشوب طبعا عندنا بالقائمة الأولى مثل ما تشايفين الاختصارات ملوت التولز اللي على الجم على سبيل مثال نقدر استخدام برش إذا حطينا حرف البي أو نستخدم المساحة إذا استخدمنا حرف البي ممكن أن نعرف بعد البن ممكن نستخدم حرف البي وبها الطريقة طبعا هنا مثل ما تشايفين تحت أنا حطيت كل الاختصارات اللي موجودة بالفوتشوب هلو بالقائمة لكن ظللت اللي أكثر استخدام أنا استخدمهم هلو باللون الأصفر اللي يبي يستخدمهم طبعا فهو يعرفهم فمثل ما تشايفين عنده مثلا زوم تول هلو نقدر استخدمه في ننطق الكنترول طبعا هنا حق الماك نستخدم كماند نطق مثلا كنترول بلاس أو كنترول ماينس كما تشايفين فهذا الطريقة اوك كنترول حق الماك كماند حق الماك اوك تقنصوا لنا دولود من تحت موجود لنك ما له اوك طبعا هنا ندرسنا مو عن هذه الشغلة اذا عندنا مثلا شغلة معينة نبي نسوي له اختصار مثلا عندنا على تسويب مثال عندنا لدي شين الامج ادجسمنت عندنا هنا البرائنس اد كنترست ما لها شورتكات او مثلا عندنا الفوتو فلتر ما لها شورتكات نقدر نشعل الادت وننزل لي تحت اخر شي كيبورد شورتكات ف لما نفتحها القائمة تطلع معنا بهذا الشكل هلو نختار من القائمة احنا داشينا على الامج مثلا فنداشيني امج اوك نضغط عليه نشعله مثلا اوه نروح ننزل لي عندنا ليل ادجسمنت اوك فعندنا هنا البرائتنس اد كنترست نضغط عليه فيطلب مننا يقول لنا شنو تعاني واحدة انزل اوك فيقول لنا شنو تابون تحطون لشورتكات ممكن طبعا نحط مثلا برايتنس او الحرف البي فانطق مثلا كنترول او بي فيقول لنا هنا طلع لنا علامة صفرة يقول لنا تنبيه هذا الشورتكات مستخدم في color balance طبعا نحن ممكن نغير لان نحن نتعدي color balance فممكن نحط مثلا control shift بي يقول لنا هنا مثلا هم مستخدمه بشغلة ثانية اللي هي auto color هلو الauto color عادة احنا ما نستخدمها هلو بس طبعا اللي يبيها يخليها اللي ما يبيها يدور لها يعني اللي يعافوا اللي يبيها خليه يدور لها شي ثاني حرف ثاني اللي ما يبيها يقول accept ف راح يصير عندنا brightness and contrast يصير عندنا اختصار shift زائد control زائد بي نقول له اوكي اندشع image adjustment صار عندنا هنا اختصار وقت اللي انا طيق control و shift و بي راح تبطل معي القائمة brightness و contrast هذا درسنا اليوم اتمنى يكون ان شاء الله فاتكم و ان شاء الله نشوفكم درو سانية